اشتركوا في القناة ويحد من إبداعها هي بالأصل تراكمات الموروث من العدات والتقاليد والأعراف الاجتماعية هذا الموروث سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي دائماً يعامل المرأة كمواطن من درجة ثانية ويعطي الذكر تمييز عنها أو يجعله مواطن من درجة أولى الطريقة التي ننشئ بها الأجيال دائماً تركز على الرجل وأعطاه الأولوية أذكر الكاتب الكبير نوالي السعداوي حين قالت في إحدى رواياتها أنها كل ما نادتها أمها بكلمة بنت لا شيء يخطر في بالها إلا أنها ليست ولد القيود اللي موجودة بحياتنا كمبدعات عربيات أحياناً بتكون لها شيء إيجابي أو أحياناً بتكون بشكل تعمل من أجلنا بشكل إيجابي لأنه قيود اللي هي موجودة على المرأة على سبيل المثال الإيرانية دفعتها دائماً للمرأة الإيرانية لأنها تبدع وفي نساء إيرانيات سواء كانوا مخرجات أو عاملين بالمجال الإبداعي ما مقدر غير أنه نوقف كتير عند أعمالهم ونسرح كتير أنه رغم كل التحديات الموجودة عندهم إلا هن قادرين أنهم يتحايلوا عليها ويحطوا قضيتهم ويطرحوا أنفسهم كما يريدون دون ما تحس للحظة أنه عملياً فيه إيش عم بيحدهم بالعكس عم بيكونوا مبدعين أكتر بطرح قضيهم كيف نقدر نطلع إبداعنا الفني اللي يعني بهذا الشي إلى مجتمع كندي فعملنا معرض اسمه Arab Winter كنا مجموعة خمس عراقيين وثنين تونسيين كنا فنانين تشكيليين من ضمنهم يعني شغلي وأفكاري وشغل أختي تمارا شغل أمي سوسن ومعانا أربع لا ثلاث رجال اثنين تونسيين أل سيد وكارين جباري وده نورسيست كمان عراقي كندي هو كان بروجيكت ده أشتغالي صاري هسه ثلاث سنين اسمه Picture an Arab Man يعني صور الرجل العربي وهي مجموعة من صور شباب عرب سمي نيود يعني ملابسين من بلوز هي هاي البروجيكت اشتغلتها عشان أحاول أكثر الصورة النمطية أنا أحس أنه محصوطة على الرجل العربي وهي ناس سئلوني ليش مسويتي الامرأة العربية ليش تسويين رجل العربي وأني أتصور أنه الامرأة العربية هي وعقاباتها وهذه الأشياء حتى الصورة اللمطية الغلط المحطوطة عليها من الغرب أكو ناس يحشون بهالموضوع أكو يعني فنه وكتابه وهالأشياء بس أنا تصورت أنه الرجال العربي ما كان يعني ما حدا يحشي عنه تجربتي هي تأكس السنين الغربة اللي كنت بعيدة عنها عن يعني الوطن اللي هي تقريباً 30 سنة هي بالضبط تأكس الآثار اللي يتركها الشخص بالبيت اللي هو ينتمي إليه ولما يترك هذا البيت يعني ملكة ونها صغربة تجي تأخذ هذا البيت وتترك كمان آثار عليه فهذول التريسز بالأخير رح تنطي حياة جديدة لهذا البيت يعني متروك أو مثل ما نقول الاباندنت هومز فشنو هي هاي اللي تريسز وشنو وشن تنأكس كمان على انتماءاتنا للوطن الهوية اللي بعد كل هاي السنين الغربة كتير حلو الواحد يكون متفاعل ويفكر إنه عن جد بكرة أحلى هاي الفترة اللي عم نعيشها هلا يمكن نبضل مستمر لعشر سنوات باعتقادي وما في ثورة إلا بيكون ما في بعدها ما بعد الثورة ثورة بتقوم على ثورة وأعتقد إنه الثورة الأخرى اللي رح تكون هي ثورة انفتاح ثورة ديمقراطية ثورة لتنشر الدولة المدنية في العالم العربي وأعتقد إنه عنا من الموارد ما يكفي سواء بين النساء أو بين الرجال وخصوصاً في قطاع الشباب إحنا قادرين إنه ننشئ دول مدنية متحضرة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان المرأة العربية طول عمرها تعاني من التمييز ضدها في الحقوق والواجبات فيمكن هذا ما رح يكون كتير جديد عليها علماً بإنه التمييز ضد المرأة من ناحية الحقوق والحريات في تفاوت بين الدول العربية ففي دول تنعم بحريات أكثر للمرأة ودول تحد يعني من تحرك المرأة بشكل اللي يساعدها إنها تعبر عن إداعاتها أما بالنسبة للأنظمة الجديدة أو المتوقع منها فالتطرف الديني يحد من إبداع المرأة والرجل يعني أي نوع من التطرف سواء كان ديني أو في العادات والتقاليد هو بحد ذاته يقف عائقاً أمام الإبداع وأمام التفكير الحر وأمام الإنتاج الفني والثقافي حتى العلمي في بعض الأحيان لذلك إحنا يعني التوازن في عملية إنجازات الثورة لازم يكون مدروس جداً لأن المرأة كان لها دور أساسي في هذه الثورات يعني إحنا شاهدنا المرأة مشاركة للرجل والرجل مشارك للمرأة بشكل كبير في اليمن وفي تونس وفي مصر فإذا كانت الأنظمة الجديدة ستميز بزيادة ضد المرأة وتحد من حريتها فهذا سيؤدي إلى ثورات قادمة لأن المرأة هي المربية هي الأم وهي الأخت وهي العاملة والمعلمة فالإنسان الآن في هذا العصر لم يعد يحتمل الإساءة أو الضغط العادات والتقاليد بدأنا نشهد منها الجميل يبقى واللي بحد من حرية الإنسان يزول أنا بعتبر أنه مساوات الرجل بالمرأة يجب أن يكون بشكل مخصوص لأنه أنا لا أتساوى مع الرجل كرجل ولكن أتساوى معاه كإنسان كل هذه القيود هي اللي خلتنا نوصل هون كل هذه القيود هي اللي خلتنا نطلع بالثورات ونضطهد أي نوع من أنواع العنف أو التعنيف أو أي نوع من أنواع الدكتاتورية أو أي نوع من أنواع الظلم اللي ما منرضى أنه يقع علينا أو يقع على أي شخص آخر سواء هذا الشخص كان بهذا المكان بهذا الوطن أو بأي وطن آخر الربيع العربي إن شاء الله ما يخيب أمالنا ولكن للآن ما زلنا نبحث عن إجابات كثيرة خلفها الربيع العربي وراح قبل ما عن جد يعطينا الإجابات الحقيقية لها فإن شاء الله يكونوا الناس قدرين يفهموا إيش يعني ربيع عربي وقدرين يفهموا إيش يعني بروحوا بانتخبوا وإيش يعني ديمقراطية حقيقية إحنا نكون مسؤولين عليها من الألف للياء لأنه اللي عم نعملوا اليوم رح يستمر مع أحفادنا ومع أحفاد أحفادنا وما عم بحكي أولادنا لأنه مبدئياً واضح أن أولادنا أوعى مننا بكتير ترجمة نانسي قنقر